يا سلام يومي شديد وخارج العبدالي اجتمعنا اليوم عشان نطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي ولنشارك الحملة الوطنية اللي متلقينها مؤسس الحسين للسرطان والبرنامج الأردني للسرطان الثدي ارتقينا انه يكون انطلاقنا اليوم توعية لسرطان الثدي لأنه الصحة هي ما بتتعوض وارتقينا انه يكون انطلاقنا من العبدالي اللي هي وسط عمان الحديث احنا بدينا اول اشي بالشركة لأنه احنا اطلقنا مشروع صحي لننشر التوعية بين موظفيننا في ادغو بعدين ارتقينا انه نجمع الشركات بمنطقة العبدالي البوليفورد يعني اللي هم جيراننا خلينا نقول لأنه بدنا نطلق مسيرة والمسيرة فيها توعية وفيها استفادة للمجتمع دورنا جدا مهم بمجموعة الخليج للتأمين لنكون صبقين دائما بدعم اي مبادرات تهدف الى الحد من الامراض بشكل عام وليس مرض السرطان دورنا جدا مهم واساسي لدعم ونشر التوعية لحد من اي امراض ممكن تسير ونهدف دائما لتطوير برامجنا التأمينية لتتماشى مع التوعية ومع الحد من اي امراض لهدف خدمة المجتمع وتحسين من المستوى الصحي للمجتمع سعيدين كتير بتواجدنا اليوم بهذا الحفل المشترك وهذا النشاط المشترك مع شركة ادغو ومجموعة مطوري العبدالي لنواعي بسرطان الثدي ولنحتفل بهذا الشهر الوردي بنحكي اكتر عن سرطان الثدي احنا البرنامج الاردن لسرطان الثدي عم نطلق حملة عربية واقليمية تحكي تشجع على الكشف المبكر الكشف المبكر عن سرطان الثدي فعلا ينقذ الحياة وهي هاي الحقيقة اللي دايما اثبتت يعني صحتها احنا مشاركين في شهر التوعية من سرطان الثدي وفخرين كتير بمشاركتنا مع جمعية مطوري العبدالي اللي هما الله يعطيهم العافعة جهودهم رتبوا فعالية كتير جميلة لاحتفال بالشهر هلا احنا بدورنا كمستشفى كتير منهتلبوا هذا الشهر وعملين عروض وخصومات خاصة من 50% اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة